كما أعرب الرئيس التركي عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة معبراً عن تقديره لموقف مصر في هذا الأمر أيضاً وطالب إردوغان إسرائيل بوقف المجازر بحق سكان قطاع غزة داعياً المجتمع الدولي للتدخل وعدم السماح بهذا التصرف الجنوني إن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بنسبة إلينا ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كلياً ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضاً وإن إدارة نتنياهو يستمر في مجازره وهو عليه أن يكفعن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضاً